قررت تهيئة رئاسة برلمان إقليم كردستان حرمان رئيس كتلة حراك الجيل الجديد من المشاركة في الجلسات المقبلة جراء ما أقدم عليه من تصرف في جلسة الأربعاء وقالت رئيسة البرلمان ريواز فائق خلال الجلسة أنه مقابل تصرف غير المحترم وغير اللائق الذي أقدم عليه البرلماني كاظم فاروق داخل الحرم البرلماني تقرر حرمان هو من المشاركة بالجلسات المقبلة إلى أن يقدم اعتذارا رسميا للبرلمان وكان فاروق قم برفع حدائه في وقت سابق أمام أعضاء هيئة رئاسة البرلمان